وفي آخر المستجدات حول فايروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3379 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا في المملكة إلى 157 612 حالة منها 227 حالة حرجة فيما سجلت 2213 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 100 130 حالة كما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1267 ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس الكمامة